اشتركوا في القناة جدا جدا جدا. لو احنا جوا السهم مش ممكن يكون النموذج ده اللي تحقق. عملت واحد اتنين تلاتة اربعة وعملت الموجة الخمسة منقطعة واكتفت بمستوات التمانية وتلاتين فيبو وبتصحح كل الدورة السعرية دي ما قبل انفجار سهل. طيب اللي هي مستوات التسعة وسبين حد مستوات التمانين. هل في سيناريو اخر? اه في حد يقول لي لا ماها ممكن دي تكون كلها موجة وده تصحي على شكل اي بي سي وده واحد اتنين بوم. انا مش مقتنع ولكن في تلك الحالات انا انتظر شامعة سولة قوية من المستوات دي وما زلت انتظر صعود قوي لهذا السهم واعتقد ان اقصى منطقة ممكن السهم يوصل لها لمستوات التمانية وسبين جنيه. فالسهم في المستوات الحالية مستوات ممتازة جدا جدا. اي تراجع داخل مستوات التسعة وسبين لحد مستوات التمانية تمانين جنيه. ليه منطقة دي كلها اللي بتبتدي من مستوات التسعة وسبين لحد مستوات التمانين جنيه. دي منطقة ممتازة جدا جدا جدا. ولو لاحظنا هنلاقي الزخم البيع بيضعف في المستويات دي لو رحنا على فرين مثلا دي اي احتى على المجدية لان الزخم بيقل. والواضح ان دي منطقة انعكاس واعتقد ان السهم هيكمل في الاتجاه الصعاد. طيب اعتقد لو السهم فعلا احترم من مناطق بتاعتنا ودي منطقة الصعوب اللي نسبان لها. اخد الكامة اوقاها دي تشكرها على المجد وابحث عن مستويات المية واحد وستين فيه حد مستويات الميتين فيه. اعتقد ان السهم هيوح ويدرب مستويات التمانية والتسعين جنيه. وقول نحن احنا عندنا هدف للسهم ده على كس مستوات المية جنيه الى مستوات المية وسامة. خلينا نمشي مع السهم واحدة واحدة وما زلنا ننتظر تحرق قريب شمية صورة قوية من المناطق دي وما زلنا نشاهد ان السهم في مناطق ممتازة جدا جدا لشراءه وبالتوفيق.